فترة وتكلمنا عن الوثيغتين الهامين على قلبي وهما إعدام الأسرع ووعدتك أن نجيبهم صح ما أنسى الموضوع هذا لأن هذول دائماً أنا بالمعارض الكبيرة أشارك فيهم أستاذ نعرضهم نعم عندنا الوثيقة هذه الوثيقة هذه طبعاً يصورها هنا مكتوب الجمهورية العراقية رئاسة الجمهورية الرئيس اجتماع بخط هذا طبعاً أبو أحمد خط وتوقيع الطاقية صدام حسين هذا بخط وتوقيع التوقيع نعم المكتوب صدام حسين تحت أرجو تبليغ الرفاق السادة أدنى لحضور اجتماع الطارق يوم الخميس المصادف 12 أذار 98 لمناقشة تداعيات الاعتداء الأمريكي المرتقب على العراق والتواصل لكافة السبل المتاحة لصده طبعاً اجتماع منه رفيق عزة إبراهيم والرفيق طاه ياسين رمضان علي حسين المجيد المدير الاستخبارات ووزير الدفاع وكبار القادة وطبعاً توقيع هنا تسعة ثلاثة 1998 وهذا توقيعه بعد بعد الاجتماع طبعاً القرار اللي طلع خط المقبور صدام حسين نعم نعم الوثيقة الأصدية طبعاً هنا فيها الأسرى الكويتين هنا مكتوب ثالثاً لا يعامل طبعاً من القرارات اللي طلعت هذه أولاً ثانياً فيه طبعاً لا يعامل المحكمين والمحتجزين الكويتين معاملة أسرى حرب رقم أبي ثالثاً تحط لي على ثالثاً لا يعاملوا المحكمين والمحتجزين الكويتين معاملة أسرى حرب ولا يخضعون لتفاقية جنيف أو أي لجان أخرى رابعاً يعامل المحتجزون الكويتين معاملة مجرمين حرب يعني عدام لقيامهم بعمليات قتل واستهداف قواتنا المسلحة الباسلة في الكويت ينفذ هذا الغرار من تاريخ صدوره طبعاً رئيس مجلس قيادة الثورة صدام حسين وهذا توقيع الأسود نزين 15 كانوا الأول 1998 اللي ما شاف يشوف حاضر دليل كثير من الأسرى ماتوا سنة تسعين أيضاً ذبح منه ولكن كانوا فيه أسرانا موجودين إلى 98 يعني أسرانا 98 موجودين وتم عدامهم في الثمانية وتسعين عساس لأن وهذه الوثائر الاعتداء الأمريكي المحتقب لأنه يدخلون عساس يدورون الأسلحة دمار شامل عندها أو شي ومر واحدة أخفى الأسرى بقتلهم القتل الجماعي إلى الآن الله يعفو عن شهداء أبرار عندنا طبعاً إن شاء الله هذه دائماً نحطهم أنا بالمعارض بالوي خاصة معارضة كبيرة أساس الناس تشوفوا في الحقيقة لأن أسرانا كانوا عشيلا 98 وطبعاً تم تصفيته